خلفت فاجعة مستشفى الصلط الجديد حزناً وغضباً كبيرين في قلوب الأردنيين يضافان إلى قائمة الأحزان التي خلفتها فواجع سابقة وقعت خلال السنوات الماضية سكن الحزن وجوه الأردنيين الذين أضحوا ينتظرون فاجعة كل عام آخرها كانت فاجعة مستشفى الصلط الجديد من يومين سمعنا أنهم بلغوا المدير شركة الأكسجين أنه في عندك مقصر راح يصير كمان يومين طب أنت كمدير مستلم طب أنت اهتم بالأكسجين أنا جاي على مستشفى بدي أشرب عصير ما راح أشرب عصير أنا ما أطلع من داري بيوم كمامة معناته أنا جثة ماشية لا تقول لي كورونا لا تقول لي كورونا سأني كامل والشعب بصوري بالكورونا مستشعى قلت 90 مليون ما بي أكسجين الموت حق لكن ما يؤلم تذكر الأحياء للحظات الأخيرة التي عاشها أحبتهم الذين قضوا اختناقا بسبب نقص الأكسجة نقص الأكسجين ليس الوحيد الذي يعاني منه الأردني اليوم فهذا النقص يضاف إلى قائمة لم تعد تسعها كراسات الأردنيين ولم يعد يتحملها الغضب الشعبي وحتى الرسمي الذي تمثل في ملامح الملك حين تواجد فور وقوع الفاجعة في مستشفى الصلط ضحايا لم يقضوا نحبهم في حادث سير على الطريق الصحراوي لم يلفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقا في البحر الميت لم يرحلوا في حريق صوامع العقبة لم يلقوا مصرعهم في انهيار إنما ماتوا على أسرة كانت من المفترض أن تكون أسرة شفاء لا رحيل دون وداع تناقص الأكسجين كان بشكل مستمر عشان كان إهمال بشكل مش طبيعي من الكادر الطبي والممرضين قائمة الموت بسبب الإهمال إهمال تؤطره المنافع والفساد والظلم لتكون الضحية اليوم وكل يوم هي المواطن الذي منذ أمد يقرع الجرس آخرها حين قرع على استوانة الأكسجين